إلى صحيفة القدس العربي مسؤول سابق في الموساد يحذر تشكيل حكومة يمينية متطرفة سيشعل حريقا في الشرق الأوسط ويحول إسرائيل إلى دولة شرعية حذر مسؤول سابق في الموساد من أن تشكيل حكومة يمينية متطرفة بمشاركة مشعل النار من شأنه تفجير المنطقة بسبب سماحها المحتمل اليهود بالصلاة في الأقصى علاوة على تحويل إسرائيل إلى الدولة شريعة مشددا على ضرورة بناء حكومة وحدة وطنية وتغليب المسؤولية والمصالح العليا من قبل كل الأطراف وفق تعبيره ويقول المسؤول السابق في الموساد الكاتب ميشكا بن دافيد إن الإدعاء أن إرادة الشعب اختارت حكومة إسرائيلية يمينية بالكامل هو ادعاء خاطئ موضحا أن المقصودة عدم فهم لنتائج الانتخابات وفي سبليل تبريد دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية يرى بن دافيد أن الأرقام تتحول أو تتحدث بوضوح عن 32 مندوبا عن الليكود و23 عن يوجد مستقبل الذين يشكلون معا تقريبا نصف مقاعد الكنيسة وهم الذين يعبرون أكثر من أي شيء آخر عن إرادة الشعب أي حكومة يمين وسط لا حكومة يمين متطرفة ولا يسارية